يوم واحد في السنة لا يكفي لسرد قصة المرأة في العراق بما فيها من مآس وتعنيف ومواقف مشرفة في الحراك الشعبي ضد نظام المحاصصة الذي كانت المرأة العراقية أهم ضحايا تدعيته ثائرة ناشطة طبيبة ومسعفة فنانة وأديبة سطرت أروع القصص في تظاهرات ثورة تشرين لأنها وجدت مكانتها الحقيقية في صناعة التغيير بعد أن همشتها الحكومات المتعاقبة وجعلتها عرضة للعنف الأسري والتفسخ العائلي وفي الفترة الممتدة ما بين عامي 2005 و2016 أشارت إحصائيات نقلا عن مسؤولين ومنظمات مدنية أن ما بين 90 إلى 100 مرأة علاقية تترمل كل يوم نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من جنيف إن هذه الأرقام قد تكون أقل مما هي في الواقع إذ أخذ بالنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيلها وتكشف مصادر حكومية أن متوسط حالات الطلاق الشهرية تصل إلى نحو ثمانية آلاف حالة وقد تجاوزت هذا الرقم في شهر تشرين الثاني عام 2020 ونتيجة الترمل والطلاق وفقدان المعيل تضطر تلك النسوة إلى انخراط في العمل لأعالة أطفالهم وازدادت نسبة النساء المعيلات في المحافظات المستعادة بسبب غياب الأزواج والأبناء في معتاقلات الميليشيات والقوات الحكومية وفي مخيمات النزوح تقبع عشرات الآلاف من النسوة في بقعة أشبه بالمعتقل فما تخرج إحداهن من المخيمات وتمر على سيطرات الميليشيات إلا وتتعرض للإهانات اللفظية والنفسية والضرب كما وثقت تقارير محلية ودولية إنهاء معاناة المرأة العراقية لا تكون إلا ببناء نظام وطني يربطه بالشعب العراقي عقد اجتماعي يعيد للمرأة مكانتها ويخرجها من دائرة الذل إلى فضاء العدل والمساواة